خطوة جديدة خطاها السودان نحو الاستقرار السياسي باعتماد مجلس السيادة ترشيحات رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك جاء ذلك بعد اجتماع مطول جمع مجلس السيادة وحمدوك بحث اللمسات الأخيرة للتشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين الكباشي وصف الاجتماع بالإيجابي وأكد الكباشي التوفق على الأسماء المخترحة للحكومة الجديدة بدوره أكد المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي أن إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية سيكون في غضون 48 ساعة على أقصى تقدير وبرر الفكي تأخير الإعلان عن أسمائها بإصرار حمدوك على أن تمثل الحكومة جميع الأقاليم والأجيال التي قامت بالثورة أسباب التأخير أو جزاء في أنه يريد أن تكون الحكومة أكثر تشكيلاً للأغاليم السودان ولأجيال المشاركين في الوزارة بالإضافة للتوازن الجندري كذلك أعلن القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين أن تشكيل الحكومة الجديدة سيعلن عنه في وقت قريب وذلك عقب اكتمال المشاورات حول القوائم الوزارية وجاءت تصريحات ضياء الدين عقب اجتماع استثنائي عقده المجلس بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم بحضور رئيس الوزراء حمدوك وعقب أدائه اليمين الدستورية قبل أكثر من أسبوع قال رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك إنه سيشكل الحكومة خلال أسبوع لكن إعلان التشكيلة الحكومية تأجل أكثر من مرة ويأمل السودانيون اليوم إثر التوافق على أسماء الوزراء بين حمدوك والمجلس السيادي أن يشكل هذا التوافق لبنة كبيرة في طريق تقدم السودان نحو التغيير والاستقرار